فكرة دعم السلع دي فكرة أنا عاوز أعرف إزاي إمتى القصة دي ابتدت وأكيد لما ابتدت ابتدت بحاجة صغيرة أو يقدك دهوت والناس ما تنبهتش إزاي ممكن ابتدت في عرض الرئيس عبد النصر ابتدت ماليه كفاية بص يا عم اشتبش متسأل أنا عارف يا سيدي على فاكرة أنت تعلم أن مصر هي الدولة الوحيدة أو من خمس دول في العالم فيها وزارة تموين وزارة تموينة مش موجودة فيها حتة في العالم هي اختراع مصر حول الحاجة وزارة وقت الرئيس عبد النصر واحدة من الحاجات اللي لازم تتدفن أنا ولا يا عمر كفاية عاوزين نحل مشاكلنا ومين بقى الملك ولا محمد علي لا كان رئيس عبد النصر ولا جوانور السادات خلاص طبع كفاية خلاص خلينا نطلع لقدام دي لازم دي واحدة مين اللي انت ونزعج من الدعم لا دعم السلع ده القصة مش خص الدعم مش حكاية ان انت تدي دعم للناس ده بيسبب عدم كفاءة في الاقتصاد منقطع النظير دعم الديزل والمحروقات ده هوت هو اللي خلى انه النقل النهدي كان في وقت سنة ستة وستين بينقل عشرين مليون طن النهاردة بينقل اتنين ولا تلاتة مليون طن ده اللي خلى انه مفيش سكة حديد في مصر ده اللي خلى انه محدش بيعمل عزل حراري في مصر وده اللي خلى انه استهلاكك للوقود زاد بنسب خرفية تفوق نسب وبعدين وجه استثمارات فيه الى صناعات خطئة القصة ما هياش قصة دعم ما هياش قصة ان انا بدي انا عاوز هد واحدة من الحاجات اللي هقولها لك في الحاجات اللي لازم تتعامل انك تزود شبكات ضمانة الاجتماعية وتدفع لو انت عاوز تزود الدعم ادي الناس فلوس بس السلعة يبقى تمنا زي بالزبط كده جوة السوبر ماركت زي عند الدولة انا بقالي عشرين سنة بقالي 25 سنة بقول انه ده خطأ 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 خلاص وبقالي يا خلاص دي بالنسبة لي دعم السلعة ما بتكلمش على دعم المواطن دعم المواطن بشبكات ضمان اجتماعي 100% صح خلاص التأمينات الاجتماعية 100% صح تكافل وكرامة 100% صح التأمين الصحي 100% صح كل الحاجة احنا في القلعة السنة دي ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله حجم اراداتنا حوالي 100 مليار ده معناها ان احنا بندفع 600 مليون جنيه في برنامج التأمين الصحي ما تتصورش مدى ساعدتي ان احنا هندفع 600 مليون جنيه للتأمين الصحي خلاص ساعدة بالغة خلاص ليه لانه الناس لازم تبقى عندها الفرصة ان هي تتعالج بطريقة صح لكن ليس دعم السلع للسلع دعم السلع والله اكبر مشكلة بتواجه الاقتصاد ده هاو شكرا